حديك ممكن تلاحظي جدا ان انت وانت بتتكلمي في اي موضوع تبص لقي كل الاعلانات اللي بتطلع لك على السوشيال ميديا مرتبطة بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده حقيقي وناس كتير بتتغرب تقولك ده انا بتكلم عادي مع حد صاحبتي مثلا بقولها انا بفكر في كذا ابص لقي على الفيسبوك طالعلي الحاجات اللي كنت لسه بتكلم فيها ومستغربين جدا ايه ده هو في حد قاعد معنا عارف احنا عايزين ايه او بنتكلم في او بنفكر في ايه اه الموبايل قاعد مع حدرتك على طول موبايل سمعك ودلوقتي بقى فيه طبعا باستخدام الزجال الصناعي الكلام اللي بيتقال بالصوت بدأ يبقى بيتحلل وبالتالي بيخش على بروسسنج عشان في الاخر ابعارف الشخص ده انا هخشي له ازاي هخشي له ازاي بكل الطرق اللي انا قلتها لحدرتك تجاريا سياسيا مخابراتيا ازاي استغله تجاريا وزاي استغله سياسيا يعني ايه اوجه الاستغلال اللي بقى لنا اكون مثلا منتبهة لها بعد ما تجمع عني معلومات من خلال الابليكيشنز دي عشان انا اكون منتبه زي ما قلت الحدرتك لازم لما انزل تطبيقات ابقى التطبيقات اللي معروفة المصدر التطبيقات مجهولة المصدر يعني طب انا اعرف منين دي معروفة او مجهولة يعني انا عارف ان الفيسبوك ده من شركة فيسبوك شركة كبيرة وليها مصدر معروفة واساسا واحنا بنحمل التطبيق بيبقى فيه unknown sources فلو انا سمحت بده فانا خليت نفسي عرضة الانترنت خلى كل الحواجز اللي كانت موجودة قبل كده بشكل مادي سواء انا عامل صور سواء فيه حدود سياسية بين دولة ودولة سواء فيه حدود زمنية انت في وقت وانا في وقت كل ده اتشال وباقت الانترنت يعني ده حتى بقى فيه الباتكوين احنا شفنا الباتكوين دي بتتباع وبيتم تدوله وفي الاخر المفروض انها عملة وهمية يعني مش مفهومة دي برضو قوي يعني زي ما قلت رحضيك ان الكل بيحاول انه يتخلص من القيود باستخدام الانترنت بما ان البنوك المركزية زمان كانت هي القيد اللي يعني بيسيطر على تدولات العملة سواء التحويلات من حيث الوقت والابروفال بتاع التحويل سواء التكلفة بتاعت التحويل فالعملات الرقمية دي جات عشان تكسر هذا التحكم وبقى يبقى فيه حرية كاملة ان احنا بنتدول حاجة مفيش حد عارف عنها حاجة وفيش حد مسيطر عليه مفيش بنوك مركزية بقت يعني ماش ده بيهدد الاقتصاد الاساسي للدول ولا ده ايه ولا ده اقتصاد بديل في المستقبل ولا ايه حكايته انها رايحين على فان؟ يعني طبعا العدد الكبير الهايل من العملات الرقمية اللي ظهرت في الفترة الاخيرة بقى عندنا آلاف من العملات الرقمية المشهول منها يعني عدد بسيط زي البيتكوين زي الاثيريوم زي الريبل عدد قليل لكن الآلاف دي بقى فيها جزء كبير جدا من النصب لكن التطور بيقول ان احنا رايحين لحاجة في النص ما بين الاثنين ما بين العملات التقليدية اللي هي مسيطرة عليها بواسط البنوك المركزية والحكومات وطبعا الحكومات في البداية كانت كلها بتحاول انها تقوم موضوع العملات الرقمية مع استسلام بعض الحكومات واحدة واحدة لموضوع العملات الرقمية فازن ان احنا رايحين في النص يعني فيسبوك اعلن فيسبوك طبعا من الحاجات اللي في منتهى الخطورة ولذلك التطبيقات اللي على الفيسبوك تطبيقات في منتهى الخطورة ليه لان فيسبوك دلوقتي ما بقاش فيسبوك ده بقى مؤسسة كبيرة جدا بقى فيسبوك مع واتساب مع انستجرام بقى يعني السلسلة بقى مسيطر عليك فليتضخم الوحش فعلا زي ما كانوا بيقولوا في الأفلام الكارتون وبقى في تكامل ما بين الفيسبوك والمسنجر والواتساب والانستجرام بقى في تكامل بينهم فاللي حيقدر يسيطر عليك فواحد منهم في الأغلب حيقدر يوصلك في كل يعني لو رحت لأي واحدة منهم حيقدر يوصلك واللي بيحصل ده اللي حضرتك بتحكيه مش بس على نطاق السوشيل ميديا هو حتى على نطاق المؤسسات يعني كبرى الشركات والدمج ما بين الشركات هو ده الترند العالمي في شكل عام أو ده الاتجاه العالمي اقتصاديا كمان طبعا يعني دلوقتي دمج المؤسسات والشركات بقيت الكيانات العملاقة بتلتهم كل المنافسين الصغيرين زي السمك فتلوقتي حتى يعني في الريتيل حتى في الريتيل بيزنس يعني كل واحد فينا بيجمع مشترياته ويروح هايبر كبير يشتري حاجته البقال تحت البيت ده بقيت تروح له وأنا مضطر بس يعني لو حاجة مستعجلة فكل الكيانات العملاقة في كل البيزنس لما بقيت يعني في الخدمات الصحية في الريتيل في كل الخدمات بقيت بروح للكيانات العملاقة والكيانات الصغيرة بتنتهي